يا مساء الوردة على الحلوين حبايب قلبي يا رب وكلكم تكونوا بألف صحة وخير فيديو النهاردة سريع جدا مختصر جدا حلو جدا 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 هنعمل النهاردة الراني هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وهنقول كمان حاجات مهمة جدا فتابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش حبايب قلبي ايمو تشانيل يلا بنا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وورق وقلم وكتب وورايا اول حاجة انا معايا هنا ده الخوخ انا بستخدم خوخ يكون شوية طريق فيه انواع كتيرة جدا من الخوخ فيه العريشي وفيه حاجات تانية انا بحاول اختار اللي بيبقى لونه احمر كده علشان يديني اللون بتاع عصير الخوخ الجاهز تمام معايا هنا ده نص كيلو من الخوخ هضيف عليه حوالي كباية ونص من المياه هضي ارفعه على نار متوسطة النار ما تكونش عالية وما تكونش هادية نار متوسطة علشان انا عايزة اللون بتاعه يخرط معايا في المياه ينزل معايا تمام الخوخ العريشي بياخد وقت شوية في التسوية الاول كده سبته حوالي عشر دقايق وبعد العشر دقايق اخدت خوختين دول اللي انا هعملهم قطع جوه العصير نفسه انا عايزة يبقى فيه قطع باقي الخوخ هياخد معايا عشر دقايق تانين يعني التسوية الكاملة ليه تلت ساعة الخوخ العريشي شوية اشرته صلبة يعني ما بيتقشرش بسهولة غير الخوخ التاني دول اللي اتنين اللي انا اخدتهم في الاول هبدأ بقى انضفهم لازم يتنضفوا كده من القشر وهو سخن علشان يفصل معاك هو الجو بس كان حر والخوخ سخن فكان سخن جدا كنت بهوي بايدي هبدأ اقشر في التانية لو صعب عليك التأشير يعني التسحبي قشرته هتلاقي ان هو سهل قوي في التأشير بالسكينة تمام طبعا الخوخ العادي اللي احنا بنشتري العادي ده بيبقى سهل في التأشير اكتر منه كده انا خلاص قطعت قطع كده احطى في العصير بتاعي واستغنيت عن القشرة ده بقية العصير بصوا بقى لما استاوا قوي بقى يتقشر بسهولة ويتفتح بسهولة هعمل كده مع كل الخوخ هقشره وهبدأ افتحه كده وهبدأ اجهزه معي للعصير بحاول كده انضفه قدر المستطاع طب هو انا ممكن اسيب القشرة القشرة بتدايق بس في ملمس العصير نفسه ما بيبقاش كريمي هجيب هنا بقى الخلاط بتاعي وهضيف في العصير بتاع الخوخ وهضيف فيه حوالي لتر ومية فوق المية بتاعتي وهضيف اربع معالق من السكر اعمل معي حوالي لتر ونص اهو زي ما احنا شايفين ضربته كويس جدا بالسكر وبقى معي كريمي بحضر بقى الكوبيات وهحط فيها القطع بتاعتي اللي انا عايزها وهبدأ اصب معاكو العصير طبعا بعد ما يكون بارد تماما ورطب وسقع حاجة كده منعشة جدا في الصيف جربوا الراني او عصير الخوخ بطريقة هيعجبكو جدا طريقة سهلة وبسيطة ومختصرة يارب يكون عجبتكو اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو الجاي ما تنسوش تشتركوا واللايك بتاعكم مع السلام